موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف خاص هذه الحلقة سنخصصها لاستقبال شخصية كبيرة في عالم السياسة وكذلك عالم القانون المنصق الوطني للحزب المغربي الليبرالي ونقيب المحامين سابقا ووزير سابق ونائب برلماني سابقا على مدينة الرباط مرحبا بك أستاذ محمد زيان شكرا بارك الله فيك على الضيافة الله يبارك فيك بداية سي محمد زيان نبدأ مختصرة على الحياة تيالك ما كون هو محمد زيان لا يعرفون على كل حال ودأ اعتبرت لي الشخصية وازنة في المغرب وبقي المغرب ما كيعرفوشي لا مني نجيت ولا فين غادي شي حاجة مشي يهدك الجيل الجيل زيان الأجيال الصعيدة لا على كل حال لنا أولا نقطع في حالي قلت نائب برلماني مدينة الرباط وكلم من حادر من الريف أنا جيت الرباط وقدمت الانتخابات كانت هزة الرباطين مرضوش أن يكون رئيس المجلس البلدي دي الرباط جاي من بنور ياخل الدرجة أن لمدة سنين ومدينة الرباط ما عندهش رئيس مجلس البلدي وعمروشي واحد مشعرها أو لا لحظة بدون باش ما نكونش أنا رئيس ما داروهاش ومدة سنين الرباط ما عندهش رئيس مجموعة الحضارية لأنه ما اللي تنازلت English الذي صح له حمزك اثاني كحل الوساط بعد 60 انجروبة وعدوني بالرئاسة دي المجموعة الحضاريه ولكن بما ان الرباط انه لا أعرضوش وانا ريفي يكون رئيس المجموعة الحضاريه دي الرباط بكت الرباط تم سنين بدون رئيس المجموعة الحضاريه وذلك لم أكن أعرف أحد شيء واحد هنا شعرت لربما كنت طير أو كنت جبد معي أو كنت خلق ونحن نوع جو كهرباء أو الأغنان أو رد فعل في البلاد كان أمم بمصير السياسي عوض من تراجعش شفت بأنه يلي شجعتني التنقض ولي شجعني في السياسة وبقيت بستمج في السياسة سي زيان فينا هو محمد زيان في المشاة السياسية في الاختلاف ما قبلش الوقت الحالي ما كان أممش بالديمقراطية الحالية كان أعتبر بأن المنهاجة الحالية فاشلة كان أعتبر بأنه انتخابة المقبلة ضروري البيجي دي الحزب العادة لو التنمية ينجح وإلا غادي يكون البام وبالتالي كان نقول بأنه أحب من أحب وكريه من كريه رغم أنه البيجي دي بقي ما بغاش يفهم ما دي تعلمش لأنه ما كي كي الناس لي كي ما كيفهموش وكي تعلمو وكي الناس ما كيفهموش وممكنهمش يتعلمو كان دون الباجي دي هدا 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 المؤاخدة من باب المستحل أنهم يتعلموا لأنه ما عندهمش المعطيات الأولى لكي تجعلهم يمكنهم يستوعبو المشاكل والحلول ولكن وإذا حيتهم شكون غادشي وإذا جبتي للمجموعة كيف يتعلمو أول مرة تثبيت الحزب لما نغلط يجيني في حالشي عصارة في حالشي عصارة ما نفهمش قاع الفكرة دي الأصلة والمعاصرة هذا مودرن هذا الترديسي كيف تختلف مع الحزب للأصل والمعاصرة؟ في كل شيء أولا في الانتخابات ثانيا في الترشيحات ثالثا في الديمقراطية ما تأسيسه؟ تأسيس جمعو 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 التغط ديال السياسة ودارو بحريرا صعيب تشربها سيوزيا حكومة بن كيران كانت يسميها حكومة الفضائح حكومة الخلافات حكومة فاشلة حكومة ناجحة كيف تسميها وكيف ترى سيوزيا؟ أنا أنا أخبرني أخبرني الشيوعية أو ماركسية أو الشراكي وأخبرني عدلة والتنمية هي مرجعية إسلامية على كل شيء تنقش صباك وإننا كان يريد أن ندخل من هذا النوع فإن رأينا إلى أن تكون القهوة في الحليب الحليب للعليب بأكين صنع عليك كيف ينشل مرجعية أو في الأحزاب خاصة نعم نعم كان يوح� من مرجعية إسلامية وأضع مع البيباس لا بالماركسية ولا بالإسلامية وإذا كنت ماركسي وكان خدمت حزب ماركسية معناه أن أملاقوا منه لا بالشراكية ولا بالماركسية ولا بالإسلام ولا بالمغرب ولا بالديمقراطية كانت تدبر على رأسي هذا يتدبر على رأسي كل أخي يتدبر على رأسي حتى تنصف في هذه البلاد أن أرى فين أصلوبها سيزيا الانتخابات الشرعية على الأبواب الانتخابات اللي فاتت كان اللي كيقول ما كانت الشفافية ما كانش مصداقية كانت خسات كانت فاتت كانت فيها أغلاط كبيرة وكان عندهم واحد القاس بما أنه يفردو هالحزب الشبه المخزاني بلا ما يكون مخزاني ما عبتلك اللي حانا ما كان عبشيش يكون وراء هالبام هذا وعلاش ضروري ينجح وعلاش على ضروري يكون ماشي ضروري يكون اليوم البام في 2016 ما كان فهموه أنه في 1960 وعنده في 1960 لشكن الحزب في حل الجبهة لأنه كان حيب استخلال بغي تغطي على الأمة الدرجة أنه صفى جميع الشوريين في 50 ما كنوا فهموه أنه في 1963 كانت المؤامرة ديال الإخوان في 62 ما كانت السلاح اللي بغوا يصرقهم ملعب أزميريكان ومو من ديوري وكذا وفقر البصريين فهموه أما اليوم 2016 زمنا ما 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 كيش تفسير لي ما يا قاو سياسيان المغرب لأنه من المؤكد أنه اللي خسر ديمقراطية في المغرب اللي أخر المغرب ديمقراطيا اللي غادي جعل أن المغرب كيعيش عراقين وهذا ما يسمى بالبام حسن سميها البام وليتك الأرصال لأو المعاصرة البام كتجي سهلة مازال ما جوفتينش على الانتخابات المقبلة كيف أشوفتينش مخش كي غتكون غادي تكون شي شافافية ولا ما تكون شكي غا شوف انتخابات عندها شرط ديالها أول قاعدة هي المساوات وإذا عطوا نفس الفلوس الجامع لها هيئة سياسية أو ما عطوا حتنش هيئة سياسية سوف نكون نطلقنا من خط واحد بفرص متساوية وإذا أنت عطاوك 8 مليار وأنا عطاوني 500 ألف درام ما حتاش لقع نجري أعرف شكونا نديوصل له ثانيا الديمقراطي ما هي الديمقراطي ما هي ناتش بشي تصوّط لا سهل بشي تصوّط بشي تصوّط الديمقراطي هو النقاش نقاش اللي يحومه حول الحملة الإنتخابية والترشيحات والبرامج والنقاش النقاش للسياسيين والجميعين والمناضلين والمهنيين والتولاء والأمن واللي قابل واللي ما قابلش واللي كيطلب واللي ما كيطلبش واللي كيهرش واللي كيبني تلك الخالي كتخلق واحد جو ديالفهمات وقلت الفهمات وكترة الفهمات لكتجعلك المغرب في آخر المدن شي حاجة كتتحلبها حاجة كتتخرج من النوذة كتتعصّر 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 وخما تكون شي حاجة كتتحفل كتتخرج يحلب أنا شوّل الشيق الاجتماعي تبعتي ملف الأساديين المتدربين الأساديين المتدربين مؤسف مؤسف لأن أولاً عارفين رأسهم من الأول أنهم ما غاد يكونوا هم مش باش يخدموا في قطع الآن حنا المغربة كنا منع بدنا بدنا كان تعيشوا مع النفاق الداخلي كنا كان عارفوا بأنهم ثمانين في المئة ديال ديال العائلات المغربية كدوا ولدهم الخواص وكننا عارفين بأن الدولة كتتحفل لتبيع المدارس للخواص وكان يبيع المدارس للخواص يقررون الناس وكان للعباء أنهم سيبيع المدارس للخواص لكي يبدو فيها العمارات تسلقت كين في كل جهة والمضاربة كانت في كل جهة والقمرة ديما موجودة لكي يخسروا لك جميع البرامج منهم هاد المقاولين المنيشين العقارين هالكل مغرب حالياً ومن غيبه؟ حنائدين عارفين بأنه التعليم العمومي ما عندوش مستقبل في المغرب ولا الدولة أو الحكومة ما بغيش تأتيها تساعدين مستقبل ممكن واضحين وكان واحد دوامة سيزياً كين تعاند ديال الحكومة كين منع ديال النضالات دياله أي حاجة يعني مليكة حدر الوزارة الداخلية وكانت قول بأنه سيتتعامل مع هذه النضالات وهذا وكان إصرار ديال الأساتيدة المتدربين شنو يعطيك؟ نعم ما كانش إصرار ديال الأساتيدة المتدربين كان واحد الفكرة واحد الخلفية عن المغربة غير زيار زيار رد يعطيونا شي حاجة وفعلاً النظام المغربي بطبيعته مليكة زياره كياتك بخاش كون بغيتي تقتلو بغيتي تغمرو خاش كون بيع ديال مش ديال الأمريكان ديال الجيش الجزائري وديال المخامرة الجزائري كتصبح وزير أمين عم ديال شي حاجة حقوقي الملاير كيتشتول إنصف المصالحة كتصبح وزير أمين فدأباك نحل القناعة الشعبية مارس الضغط سنجيبوا بابا ودكشي اللي وقع إلى اليوم اللي المغربات يفهموا بأنه الأمور صغيرة في المغرب وأنه الضغط الغير مبني على برنامج حقيقي وموضوعي وواقعي ما ديك نواله ديك اللي حابس لا تبرك شي مرض ديال الرياء أو ديال شي فضيحة كل ما بقينك نتقوا بأنه زيار بابارة غادي بدون تزيره ومشكلة أنه غادي غادي دونس ميته في باناما لأن الباناما ما كي خلصوش الدريبة ولأنه كان شي سير بنكي المشكلة كلها بغينا نعرفو منين جاوتك الفلوس ودادك الفلوس هادون المغربة ربحون في الخارج وادم يدخلو من المغرب مشاو الدو مخبعو في باناما مقبولة غير مقبولة ولكني مقبولة والله يكملهم بالخير الله يجعلو أن جميع المغربة إيناتاً وذكوراً كل واحد يكون عندو عاشرة وعشرين ثلاثين ديال الحزابة منكية في الخارج وده كانوا كيجيبوا الفلوس من الخارج وده كانوا بلا أكثر الفلوس كيجيبوهم من المغرب كيربحوهم في المغرب وكيخرجون برا هادي كاريتا كاريتا مش كاريتا فقط مالية واقتصادية لأن الناس كيخرج الفلوس للخارج كاريتا أن الحكومة تلعب إلى بن كيران ديال الإسلاميين ديال التغيير ديال المستقبال ديال محاربة الفساد ما قالت هو لو كليمة وحدة هادي الكاريتا العضبة هادي كاريتا هادي كاريتا هادي كاريتا هادي كاريتا أنا لا أستطيع أن أعرف مصدر الفلوس كانوا مصدر المغرب يردوهم في أقرى وقت ممكن يخلصوا الدائرة يردو فهمهم لربما نسكتوا هادي كاريتا جاءوا من الخارج وكليمة لا يوجد مشكلة لا يوجد شيء ليس صعب لأكل خسومة يأتيون منهم ما هي شيء ضروري خسومة يأتيون منهم عن طريق الدريبة أو طريق غرامة أو طريق صفيات أو طريق عافو يأتيون منهم يأتيون الشعب المغربي ضروري وإلا كنت تكون مغربي في حالي في حالك لو أنت مغربي في حالي في حالك فتتربح لدين دولارات وتدعوهم من الخارج وتخليني أنا كنظر في الشوارع المغرب ولكن إذا كنا كنا مغربة لا يوجد عباسة تأتينا شيء حاجة والله يعاونكم والله كتر ممثالكم إذا كنت تربحوا الفلس من عنصاره وتأتيونا لنحن نبسل من زيانات أستاذ زيان سنبقوا في قضية أوراق باناما ومشيوا الشيق الدولي كنا المتتبعين والناس الذين يبحثوا في هذه القضية أوراق باناما يقولون بأن هذه التسريبات جاءت بالطريقة التي جاءت بها وتأيقوي كيليكس يعني كنشي حاجة كالطبخ على أساس أن يجي وحد تقسيم للعالم العربي من بعد ذاك شي اللي شفنا في الرابع العربي شنو الرأي ديالك نعم شي حاجة كتطبخ وكتسم شامل الفرقية والشرق العربي دي لا نقاش فيه أن الطبخة جاية من الغرب الطبخة جاية من الغرب كنساو نبحثون نفهموا اليوم وزارة الخارجية الأمريكية من أهم المديريات ديالها هي مديريات الوسائل المعلومات المعلومات مديريات تنمية المعلومات كينا في وزارة الخارجية ديال أمريكا أولا على كينة الثانية عشرة تكون ستي الدبارت ما تكون شي شي حاجة أخرى وثالي تشنو الهدف هذه في الدينة هذه كنعرفوها واضحة مزيانة ممكن أن يكون الناس ما تقراش ما تفسارش ما تفهمش هذا الشغولها ممكن اللي كيقرأ ولي كيبحث ولي كيفهم كان قسيوه ما فيها بس عشرة هذا الشغول الناس اللي كيحكموا ولكني في الأساس هذا الشي صحيح ولي كذب تصروا بذي الوكيليكس ومسنو أولا حقيقية باناما بي برس هالفلوس كينين ولي ما كينينيش ما بقىوش يقولوا لأننا ما كان صلحوش أو احنا كان خطأ أبنا قولوا لا خطعت ولكني هادو الخوصوم بغني استغلو لا لانتالك تعطي الفرصة الخصوص بيش يقولوا بان نحنا ما صلحيش لأنه المسؤولين كيخطؤوا أو المسؤولين ماشي في محلهم هذه لانيقاشة فيها القضية دي أن العربي بما فيه الأمازيغي بل كيدون شي واحد بأن وش الحرا النصراني كيعتبروا بأن ماشي عربي ودفلته والمغربة كلهم كيما كان أصلك وحتاج الشرق كيما كان الدين ديالهم وخاكين دول 40% مسيحية ما كيفرقوش ما بين العرب كانوا مسيحيين ونمسلمين وما كيفرقوش ما بين العرب كانوا عرب أصيديين أو قبيليين أو لا شلوح ديال الأطلس احنا مبرمجين نتصفية احنا أهم نكتة هي النكتة الأمريكية ديال الوليين اللي كيكون جدون بابا فين كانوا عايشين العرب لأننا نكونوا صافي تسمحين هاي عاد بدي يسولوا هاي 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 من المسلمات اللي ما كنسمحشين العراب اللي غير مسلم أنه ما فهموش راسهم وما كيديروا ولو باش يفرضوا وجودهم رغم أنه نحن هم الأغنياء ديال العلام نحن هم اللي عنا الإمكانيات ديال العلام نحن اللي عنا السرد في الدينة هاي 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 وهي هاي هاي هنمشيوا للأصوات اللي كالتالب بتقنيم الكيف انتاج واتشارة دي لكي نحن نكون متفكين دي هو ممكن هو نطلبه من العلام أدى المصانع ديال الصيدالية فيما يخش البنج وفيما يخش لزنة افلاماتوار ومسكينات اتصنوا في المغرب ما فيها باس القضية دي وقال نحن نريد ان تتباع المعامل لأن الفلاح يبدأ يبقى غالي لا يوجد الفلاح يبقى بزوز بليون لا تطلبه انه هنا ريافة عندهم شي فلوس وانه هناك المال لديهم مرتبط بالخارج لأنه يربحه من الحشيش ومخديره وما الأجانب ورزه لكي يبقى بزوز أوروبا ومعاريكان أما الفلاح احنا ريافة نركبوه تبجه لكي يشريوا من عندهم بربعة ثمن وده كانوا المعامل الناس يمكنهم يبيعهم المعامل يكونوا يشاركوا في الإنتاج يشاركوا في الاقتصاد يخذوا الكريديات يشاركوا في البلاء ويجيبوا البنوكات ويعطيوا الراهن للأراضي ومزارعهم 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 يشاركوا ويبيعوا ويكبروا هذا يقول لي بل ما يقبوه ومزارعهم 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 أولا ثانيا لا ننسى أنه ستيندرق وأنه مؤلمة للإنسان وأنه السلول المخ يموت ولم يمكنك أعرف كيف يصبح الإنسان يقول لك مثلا أنا لدي 70 نعام في حياتي ويدي 70 نعام ويدي 70 نعام ويدي 70 نعام لأن السلول لسان لا يمكنهم يعيشون 35 يوم ويديهم كل 35 يوم ويديهم ويديهم في الضغ ويديهم 35 يوم ويديهم هذه السلول الخلايا لم يكن يموتهم ويديهم يجبون ويديهم حمار كامبو مثالي وهذه هي الفضيحة أنه لم يكن لديهم وسائل لكي يساعد ولدهم أما نحن 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 تساعد نحن بحيث من نحن ما السلطة نحن يقل يمكن أن فالتقص تساعد و لا نحن خلص ألي كان أو ك لماذا نعلم أن نعلم بالنسبة لكي نتوقع على المدينة أو أن نتوقع للنسبة لكي نتوقع المدينة أنا أتدأي أستاذ زيان، لماذا كنت تبعتي هناك مواطنة في البلد كثيرا عن العالم في المتليين، هناك مجموعة الهوارات و وقال هناك قانون يسمون مواطنين مواطنين، يقومون بسرعة اليد، يأخذون الحق من الناس ويطبقون بسرعة اليد كيدروش العليد داروها 8 ملان مع الميتليين داروها بزاف دير المرات لا 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 المغرب عنده أخلاقه عنده مرجعيته إما عندنا نظام مالكي مؤسساتي حكومي قضائي غادي نباطح الأخلاق الذي نؤمنوا بها كمغاربة إما رأى المغربة ما ديقبلوش شي واحد يتعلب يلعب لهم بالقيام ديلان من القيام دياننا ما كان قبلوش الناس اللي كتاكل رمضان في الشارح ما كان قبلوش الزينة ما كان قبلوش الميتالية والميتلية والرشكت عيتولوها ما كان قبلوهاش ما شي ما كيناش ما كان قبلوهاش أنا تكون هي الطابعة العادية ديال الشارح هده أخلقنا لكن ليس لدينا مستعدة تحميل الأخلاق لأننا لا تمكن أن تتمكن في الأخلاق حتى نبطح الأجانب ونستردون قيم أجنبية ونقوم بالقيم ونقوم بسيطة اليابان ونقوم بسيطة الصين ونقوم بسيطة افريقيا ونقوم بسيطة افريقيا ونقوم بسيطة المغاربة ونفرضوا علينا الاخلاق وإذا لم يقبلناه يقول لك أنه ساعدنا ساعدك غير مقبول لكن الدولة يجب أن تحمي القيام الذي يؤمن به الشعب المغربي وبالك يدون شيء واحد بأنه يتراجع القيام ولكن هذو يضربوا مثلا هذي الناس ويعنفوهم هذا شيء مقبول كنت أقول لك لا يوجد حدث لا يوجد شيء مهم لا يوجد شيء مهم لا يوجد شيء مهم في كل اللحظة التي كانوا شجد الناس وشجد الرجال يتعطون من عملها ويضربوا لا يوجد شكاين ألف أو عشر ألف وحد يستعمل نفس الانحراف لم يقع لهم موالوا لا يوجد شيء مهم لا يوجد شيء مهم لا يوجد شيء مهم فجار فجار هي الحيلة المستعملة الربانية الروحية لكي ينبهك لكي تفهم ما هو الترمومترا تقوم بالواجب هذا هذا هو الصح لكي يبدو تقع أمور في حالك ما نرى السماء يقول لك وفق من القلمة وقل لي من أنت وفين غادي باش نعرف أخيرا واش غادي نحسك ما بين الأراضي التي تؤمنوا بالأخلاق للستارت هاب الشارع الإسلامية أو لله فهمت تماما هذا أما الحادث في حداتهم ما هي أخيرا هذين يضربهم معتهم 6 شهر وهذين الأسحابين السودان موقعهم وصفية وبركة لا تزيدوا الشفاء ولكنني كان أمن أو لم يكن أمن لكي نستعلم ما نفعله لأنني لم يكن أمن لكي يوقع لكي يوقع واحدة صغلية كبيرة الناس يذهب إلى الوهابية يذهب إلى الوهابية يذهب إلى الوهابية وكذلك وكذلك هذه هي نجتمها في حين أننا كنا التمدن التحضر الاعتدال الاعتدال تكندرى العليا تفسير كبير العالي لعلاقة الإنسانية لا يوجد جميع علاقة الإنسانية الشريفة كليل لديه علاقة شريفة لما كي نحراف وكين حطات وكين ذلك ولكني ملكت فقد ما عارش فين غادينا ما عارفنا شرسنا فين غادينا أنا كنقولها وكنعودا خد الشجاعة شجاعة أننا نؤمن بما نؤمن به وإذا ما كنت بقينا شكن أمن وقلوا علينا ماشي تجيب لي أنت حزب إسلامي بس وهمني وهمني بأن أنت كتأمن بالأقل لك وفرد أنت جيبت غير باش تلبي ولا تلبي ولا تلبي نبجوج لا تلبي لا